معنا خبر عاجل دلوقتي خبر عاجل وفي منتهى الأهمية وفي منتهى الأهمية أشرف بن شرقي يختر نادي الزمالك برحيله وعدم تجديد عقده ده اللي عمله أشرف بن شرقي منذ لحظات وأختر مسؤولي نادي الزمالك بالرحيل عن الفريق وإنه مش هيجدد عقده وإنه مش هيكمل فيه الدوري المصري وأكد إنه لديه عروض بأحد الأندية القطرية والتركية وده وفقاً لتصريحات رئيس النادي رئيس مجلس دارة نادي الزمالك ومجلس الزمالك مش هيتفون مع أشرف بن شرقي تاني وآخر جلسة حصلت لللاعب أفل فيها باب المفاوضات بشكل نهائي موسم الحالي آخر موسم له مع الزمالك خلص مفيش أشرف بن شرقي في نادي الزمالك وبحسب تصريحات رئيس نادي الزمالك إنه مش مكمل في الدول المصري مش مكمل في الكرة المصري ده بحسب التصريح يعني كمان الكلام بتاع النادي الآله مش موجود يعني هو عنده عروض خارجية بص أنا أقول لك حاجة في قصة أشرف بن شرقي تحديداً يعني أشرف لعب كبير أوي وقلت مبارح وأقول مبارح وده من أحسن المحترفين اللجوم الدور المصري يمكن على مر التاريخ وتحديداً في آخر عشر سنوات مميز لا عم مميز يعني مميز يعني بيعرف يعمل حاجات مميزة ما يعملاش غيره فهو مميز فهو كان إضافة للدور المصري إضافة لنادي الزمالك الواحد كان يحب أنه يكمل مع نادي الزمالك يحب أنه يكمل في الدور المصري ولكن هكرر كلامي تاني اختياره وهو حر أدام بيشتغل لآخر لحظة لآخر مباراة في عقده يا أهلاً ويا سهلاً ومرحباً بيك ونحترم واحتراماً كبيراً هو الحكاية إيه؟ هو عقد بيني وبينك العقد خلص يبقى تشتغل لحد آخر العقد وبصراحة شديدة هو ما عملش مشاكل بصراحة يعني أنا مش فاكر دماغي مش جايباني أن أشرف مثلاً اعترض مثلاً على تغيير اعترض على تشكيل اتأخر في الصفر اتهرب من مباراة مش فاكر دماغي مش جايباني لده هو بس كان له كده فترة كان ههبت مستوى شوية لما كان فيه مفاوضات ساخنة بينه بالنادي الزمالك على تجديد التعاقد هبت شوية مستوى تركيزه قال لكن بعد كده رجع تاني إلى حد كبير لمستوى في كثير من المباراة الأخيرة لنادي الزمالك أولاً أولاً هو خسر نادي الزمالك ثانياً أكيد نادي الزمالك هيخسر موهبة زي أشرف بن شري ولكن اللي موجودين يسدوا وماشاء الله على شباب الزمالك ماشاء الله على شباب الزمالك سدين سدين يعني سدين سدين فأنت مش محتاجة ما فيش أزمة وما فيش أي مشكلة ترجمة نانسي قنقر